سيداتي آنساتي سادتي يسعدني أن أقدم لكم تيشرت فيلم جامد العجيب التيشرت الذي سيسمح لكم بأن تدعمه فيلم جامد وأن تتشيكه سينمائيا بكبسة زر واحدة التيشرت متاح باللون الأسود واللون الأبيض حبقى ألبسه لكم في حلقة إن شاء الله ومتاح منه جميع المقاسات على ما أظن يعني لطلب التيشرت اضغطوا على اللينك الموجود في الدسكريبشن تحت التيشرت للأسف متاح حاليا في جمهورية مصر العربية فقط بس إن شاء الله قريب حيكون متاح في عدد من الدول العربية حد يسألني ويقول لي يا كابتن مهدي هو أنا ممكن أطلب التيشرت مش من اللينك اللي في الدسكريبشن تحت أقول له آه طبعا ممكن بس ساعتها مش هتبقى بتدعم فيلم جامد فليه بقى ليه يعني من كترة دعم اللي أنا مدعومه يعني كل حاجة ليه وشينا دكتور أحداث فيلم عيار ناري بتدور عن تقرير الطب الشرعي لتشريح جثة القتيل سلاش الشهيد علاء القفاص جثة علاء بتوصل مشرحة زنهم على إنه أحد ضحايا اشتباكات اللازوغلي أيام ثورة 25 يناير الدكتور ياسين بيشرح الجثة وبيستنتج إن القتل تم بعيار ناري مواجه للضحية من مسافة قريبة مما ينفي عن علاء صفة الشهيد لأنه على ما يبدو ما متشف مظاهرات ولا حاجة تقرير دكتور ياسين بيتصرب للصحافة وده بيتسبب في حالة غضب كبيرة جدا عند أهل وجران وأصدقاء علاء وعند الرأي العام كله احتواءا للموقف الدكتورة محاسن رئيسة الدكتور ياسين بتزور تقرير آخر بيؤكد إن علاء مات بعيار ناري من مسافة بعيدة ومن ظهره مما يؤكد إنه شهيد وإنه تقتل على يد قناسة الدخلية وما بتكتفيش بده دي كمان بتشكك في نزاهة الدكتور ياسين وبتوقفه عن العمل وبتحوله للتحقيق فدكتور ياسين ما بيلاقيش قدامه غير إنه يحاول يلاقي دليل على صحة تقريره الأول وبذلك ينقذ مستقبله وصمعته فيترى حينجح فيلم عيار ناري غني بعناصر وطبقات ومكونات كتيرة جدا لغز جريمة سر عيلة صمع الدكتور على المحك مستقبل صحفية على كف عفريت غضب شعبي وفكرة فلسفية يقوم الفيلم يسيب ده كله ويمسك في الفكرة الفلسفية والانفصال ما بين اللي المشاهد ممكن يحب يشوفه في قصة زي دي واللي الفيلم مركز عليه واضح جدا من أول مشهد فلسفة الفيلم مركزة على الحقيقة وتعرفها في زماننا الحالي وأعتقد إن الهدف هو إعطاء الفيلم عمق زايد يميزه عن أي فيلم آخر بيدور عن لغز جريمة في حين إن في رأي طبقات العناصر الأخرى أقوى دراميا وأكثر إثارة للاهتمام وبدل ما الفيلم ينبش فيها ويسحل نوراف تفاصيلها يدوب خربشها لغز الجريمة بيتكشف رسميا بدري جدا ولو إنتم مركزين شوية حتكشفوه من أول مشهد وبالتبعية سر العيلة أبعاده هي كمان بتبقى شبه مكتملة صمعة الدكتور مغيمة جدا ومفيش دواعي واضحة للتعاطف معاه شخصية الصحفية كمان ما فيهاش أي حاجة مثيلة للاهتمام أو التعاطف لأنها نمطية جدا افتحوا القموس على صفحة الصحفية الشابة حتلاقوا اللي أنا شفته في الفيلم ده الغضب الشعبي بيتم استعراضه تقريبا في مشهد واحد بس وما فيهوش أي تصاعد هو الحقيقة ما فيش أي حاجة في الفيلم فيها أي تصاعد حتى قلب الحبكة الدكتور اللي بيحاول يحل اللغز عشان ينقط صمعته كل اللي بيعمله طول الفيلم هو إنه يدايق العيلة بشكل متكرر عشان يزهقوا منه وخلاص القضية كقضية ما بتتحركش خطوة واحدة من أول الفيلم الآخر لأن فصول الفيلم مشغولة أكتر باستعراض أبعاد فلسفته لو حضراتكم كمشاهدين اشتريتوا ده حتنبستوا جدا من الفيلم وأنا الحقيقة ما تدايقتش منه أنا اتغزت منه لأنه كان عنده فرص كتير لتقديم حاجات أفضل وبدون أي إخلال بفلسفته الأساسية سيناريو عيار ناري لهيثم ضبور والسيناريو طبعا هو المسؤول أمامنا في تحديد أولويات الفيلم أولويات أنا ممكن ما اتفقش معاها ولكني لا أملك أني أرفضها لأن زي ما قلت قبل كده كتير إحنا بنحكم على الفيلم اللي قدامنا مش الفيلم اللي كنا نحب نشوفه في الحدود دي مشاكل السيناريو قليلة لكنها ملحوظة أهمها مشاهد الإكسبوزيشن أو طرح الخلفيات المتتالية الفضية الوهية الغير مفيدة في أي حاجة تانية لدرجة أن أخت ياسين في مشهد في بداية الفيلم بعد ما حكت لنا قصة حياته بتقوم وبتقول أنا مش عارف أنا بعمل إيه هنا بتعملي إكسبوزيشن يا فندم هو المخرج مقلكيش؟ مخرج الفيلم بقى هو كريم الشناوي في أول تجاربه الروائية الطويلة واللي أعتقد أنه كان بيحاول فيها أنه يستعرض إمكانياته في بعض الأمور الفريدة ولكن أظن أن التمن كان غالي شوية يعني أنا أعتقد أنه انفرض لنفسه بالسيطرة الكاملة على مشاهد المحاجر والمقابر وطريقة عمل ياسين على حساب الموأمة في باقي مشاهد الفيلم عندنا بعض المشاكل الواضحة في بعض الأطعاط الصدمة شوية وبالتحديد في مشاهد الحارة بتدينا دليل على أن كان فيه بعض اللهوجة في استبعاد بعض اللقطات وعلى صعيد قيادة فريق الممثلين ما أعتقدش أنه طلع أفضل حاجة عندهم بشكل مستوي الأفضل في رأيي هو محمد ممدوح في شخصية خالد أخو علاء رغم استمرار مشكلة مخارج الألفاظ ومشكلة مخارج الألفاظ دي حفضل أتكلم عنها طول ما هي موجودة وده ما سموش تنمر أو حاجة ده تقييم عمل سينمائي بحت والنبي بطلوا فضاء الحقيقة جودة أداء محمد ممدوح خلتني أتساءل ما إذا كان المفروض شخصية خالد تبقى هي الشخصية الرئيسية في الفيلم لأن شخصيته هي اللي فعلا عندها أبعاد كتير وعندها دواعي كتير للانفعال وكل ما كان بيظهر على الشاشة الديناميكية بتاعت الفيلم كانت بتزيد أداء أحمد الفشاوي جيد جدا ولكن زي ما قلت جودة غير مستوية ساعات بتكون مرتفعة جدا وساعات بتكون عادية جدا روبي أداءها نمطي جدا بحكم إن الشخصية زي ما قلت برضو نمطية جدا عرف عبد الرسول هيلة وحضرها مؤثر جدا سواء على مستوى الأحداث أو على مستوى وزن الدراما وده لأنها أصلا ممثلة كويسة جدا ولأن كمان مرة جانب العيلة هو الأفضل والأغنى والأهم أحمد مالك بيقدم أسوأ أداء أشوفهله في حياتي في مشهد فلاشباك مشهد مليان انفعالات غير مقنعة لشخصية غير مفهومة وتساؤل بسيط بقى هو مفيش غير أحمد مالك؟ يعني خلاص مصر معادش فيها ممثلين شباب تاني؟ هو أصلا الممثلين بتوع مصر بيقلوا كده ليه؟ إحنا لو كملنا على الشكل ده كمان خمس سنين كل أفلام مصر هتبقى من بطولة أحمد الفشاوي ومن نشلبي ومحمود حميدة أحمد مالك طبعا وجميل عوض والكسبان من محمد ممضوح ومجد الكدواني أو بيومي فؤاد طبعا إحنا هنهرج ولا إيه؟ والله بحبهم كلهم وبحب أحمد مالك جدا بس بصراحة يعني أنا لو ممثل شاب في عمر مالك وما بخدش أي فرصة كان زماني كرهته وكرهت عشتي عيار ناري فيلم حلو بس هو فرش لفرص كتير جدا كانت ممكن تخليه أجمل وأمتع وتمسك بالفرصة الوحيدة اللي بتخليه أذكى وأعمق وهو الحقيقة مش ذكي وعميق قوي يعني لأن فكرته اتقالت حرفيا داخل أحداث الفيلم وأكتر من مرة ويبدو أن دي مشكلة متكررة عند هيثم ضبور وكانت موجودة برضو في فيلمه الأول فوتوكابي أنه عشان يتأكد أن فكرة معينة وصلت لعقل المشاهد بيفضل يدفعها بشكل متكرر جدا لدرجة أنه ما بياخدش باله أنها اتطبقت من كتر الزق تقييمي لفيلم عيار ناري هو سبعة من عشرة ولولا أن دي تاني تجربة سيناريو لصاحبها وأول تجربة إخراج لصاحبها التقييم كان حيبقى أقل من كده مناقشة الحلقة مين يا جماعة ممثلين شباب موجودين في مصر حاليا والله أنا بجد قربت أنساهم لو في حد جي في بالكم ياريت تقولوا عليه في التعليقات ولو مش عارفين اسمه قلوا لي بس هو كان في فيلم إيه وكان عامل دور إيه ده لو ما كانش يعني أحمد مالك عاملهم وهم بيعملوا الدور ياريت تعملوا شار و لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول بول وتابعونا على فيسبوك وتويتر وباز واشتروا التيشرت وبي باي